انتظر الجمهور الحفل يلي جمع الفنان اللبنانية إليسا بالفنان المغرب سعد المجرد بجدة خصوصا بعد النجاح الكبير يلي حققوه بديو من أول دقيقة بس يلي استغربوا الجمهور انه بعد احياء الحفل ما نشرت إليسا ولا صورة مع سعد الا انه ذكرته على طريقة المانشن بينما هو ما نشر ولا صورة على صفحته معه ولا حتى اي فيديو ظهرت فيه هي ومعه على المسرع على الرغم من الفيديوهات الكتيرية اللي شاركها مع متابعينه وما ذكرها مع انه ذكر المستشار تركي قال الشيخ وشكره من بعد ازمة انتشار الخبر عمد كل من إليسا وسعد المجرد على نشر صور بتجمع السنائة لا يحسموا الجدل حول خلافهم إليسا حاليا عم تخوض حرب كتير كبيرة مع جمهور سعد المجرد بعد تصريحها الاخيرة عن سبب اختيارها للفنان المغربي لديه من اول دقيقة يلي قالت فيه انه استمعت لسعد خلال غنائه بشكل مباشر ولايت انه سعد فيه عنده احساس كبير وحرام ما يبرز محبين سعد المجرد اعتبروا انه هيدا التصريح اهانة كتير كبيرة للفنان المغربي وانه إليسا بتقصد انه هو فنان مش بارز وانشن هجوم كبير على إليسا بسبب اداءة باغنية عدة الكلام فقصم من الجمهور اعتبر انه إليسا نحن تهي وعم تغني وصم تاني اعتبر انه كانت عم تقلت سعد بطريقة ساخرة ويلي اعتبروه اهانة للنجم المغربي وبعد تراكم الاحداث اكدت معلومات خاصة لموقع الفن انه الخلاف بين إليسا والفنان المغربي سعد المجرد بعد حفل حصل وبدايته كان سوق تفاهم بس تدخل سريع من شخصية عربية حل الازمة وانتهت بارضة وبتفيد المعلومات انه الازمة من فنية ابدا بس حصلت نتيجة فعل صدر من المجرد وبالتالي ادى لتوتر بينه بين إليسا يلي قررت تغادر المكان بس الخبر وصل للشخصية العربية وسيطر على التوتر بين السنائة لمعرفة كافة الاخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ليصلكم كل جديد